اهلا بكم متابعي قناة فروموروكو في نشرة اخباري جديدة وهذا ابرز عنوانها توقيف اسرتين بالمضيق بعد قيام افرادها بسرقة عدة محلات تجارية ولن الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة اعجاب بالفيديو تمكنت عناصر فرقة السرطة القضائية بالمطقة الاقليمية للامن بمدينة المضيق يوم الاحد من توقيف سبعة اشخاص وهم زوجان وثلاثة من ابنائهم وذلك للاشباه في تورطهم في قضية تتعلق بالصرقة من داخل المحلات التجارية وتشير الموطيات الخاصة بالبحث الى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب صرقات بداخل ثلاثة محلات تجارية بمدينة المضيق وهي الافعال التي شكلت موضوع مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة بهذه المتاجر حيث اصفرت الابحاث التقنية والتحرية الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم جميعا كما اصفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارتين ومنزل يستغلهم المشتبه فيهم عن حج مجموعة من الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والبضائع المكونة من البس وكمية من المواد الغدائية ومواد التنظيف التي يشبه في كونها من متحصلة هذا النشاط كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء